عمر السلية طيب هنرجع نتكلم عن كل هذا الكلام من الناحية الفنية والتشكيل الفريئي من الناحية الفنية ولكن نروح نشوف برضو ماذا يحدث في أرض الملعب مع زميلنا محمد قلبة الناقض الرياضي محمد برضو في الملعب وحيقول لنا ماذا يحدث في أرض الملعب محمد اتفضل طبعا برحب بيك يا كبت لام وكل طبعا وكل جمهور الناد الأهلي اللي بيشاهدنا دلوقتي طبعا الأجواء هنا يمكن حماسية شوية بغد نظر عن أو على عكس برودو تلجو اللعيبة بحيطة جدا للدنيا هنا كل الناد في الهتمام طبعا إسلامي كبير جدا صحفيين ومصورين واستاذ الإعلامين طبعا مجرات الأهلي والأهلي والزمالك طبعا حضرتك عارف لسه كنا وقفين حتى دلوقتي في قدام غرف لبس النادي الأهلي طبعا في حماس كبير جدا مع العيبة شوفنا سعد سمير بيحفظ زميله وشوفنا كل اللعيبة قبل ما تنزل أرض الملعب مباشرة استعداد جد جدا تركيز شديد جدا 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 يمكن سعد سمير يا كابتن كان بيقول للعيبة يا رجالة نركز من أول دقيقة لكم طبعا الكلام ده حضرتك فهمه كويس جدا يا كابتن الإسلام حضرتك طبعا إنت وضيفك الكرام فإن شاء الله إن شاء الله الأمور تبقى مستقرة والمباراة تخرج لسلح الندر محمد الملعب تمام والدنيا تمام مفيش أي أمور قد تعوق أي شيء خلال الفترة القادمة أو قبل المباراة يعني اللعيبة أكيد نزلة التسخين دلوقتي الساعة ستة ونصف لا لا الأمور تمام يا كابتن إسلام الملعب يعني مش عاوز أقول كويس جدا لأن ده طبعا مش دهن مستوى الملعب اللي نأمل إنه يتلاب عليه مباراة أهلي زبالك ولكن مقارنة بالإشعاعات اللي طلعت صبت الصور اللي تقالت لا هو جاهز لاستضافة المباراة نعم واللعيبة طبعا بشكل طبيعي يتسخن دلوقتي والأمور جيدة وطبعا تواجد طبعا ضعيف حتى الآن مفيش يمكن حد خالص في المدرجات أعداد قليلة جدا لا تذكر متوقع طبعا زيادتها قبل بداية المباراة بلحظات نعم أنه عرفنا أن فيه طبعا بعض الدعوات من جانب نادي زمالك تم طبعا وتوزيعها نتمنى كابتن إسلام إن شاء الله إن شاء الله إن حالة التركيز اللي احنا شفناها داخل غرف ملابس النادر أهلي تبقى في الملعب وبإذن الله نقدر نخلص المباراة بدل بإذن الله كل التوفيل لنادر أهلي محمد أنا بشكرك جدا على كل هذه المعلومات والفريق نزل يسخن والدنيا ماشى الحمد لله والأمور ماشى بشكل جيد وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم برضو مرة تانية حقول لكم إن شاء الله المباراة فضل أقل من أو هي نص ساعة بالزبط لتبدأ مباراة القمة 117 النادي الأهلي ونادي الزمالك كابتن زكريا